السلام عليكم أنا أحمد من لقصر أنا كنت خاطب واحدة وهي بنت عمي فكنا بنتخانق كتير وحصل موقف منا وبقيت زعى وبعدين مدت إيديها وضربتني ألم وجاية تعتذر بكل الطرق هلينفعها بل اعتذارها منها ولا لا ولو قبلت لي ثواب عند ربنا طيب طيب ما أنا والله نتقطع بالثان خلاص طيب سيد تلميز بتقول لي ثواب بالسه فأنا نتقطع بالثه ما ليش دعو باللي كاتب شوف يا سيد أحمد أنا هجاوبك من شقي الشق الديني العام أن الإنسان يقبل من أخيه المسلم عذرا يعتذر به عن خطأه فله مكانة عليا عند الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يقبل العذر ويسامح ويعفو له منزل عليا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هيقوم يا سيد أحمد ناس من قبورهم إلى الجنة مباشرة يسألهم سيدنا رضوان خازنوا الجنة لما لم تقفون لحساب ولم تنتظرون نصب ميزان ولا نشر كتاب ولا ديوان فيقولون يا رضوان نحن لا نقف لهذا كله ليه من أنتم نحن العافين عن الناس فيقال له مدخل الجنة فالأمر من حيث الناحية الدينية اللي بكلمك عنها بإطار عام خلاص كده الناس كلها تقبل العذر والناس فسدت أخلاقها من يوم أن أصبحنا لا نقبل عذرا ولا نرحم مذنبا ولا مخطئا لكن اسمح لي وماذا بعد لكن أنا أقبل عذرها وأعفو عنها وأسامحها لكن لا أرتبط بها مينفعش ارتباط ليه يا سيدي أحمد لأن الاحترام قد سقط ولأن اليد قد امتدت مرة فستمتد مرات وأنا بنصحك دي نصيحة شخصية ما لهاش علاقة لا بالشيخ محمد ولا بإني قريب أنا بكلمك أخ أنا بقولك أنت على عيني وعلى راسي سمحها بنت عمك سر رحمها أكرمها افرح لها احزن لحزنها لكن علشان يتقفل عنينا باب واحد لا أنت من طريق وأنا من طريق ليه؟ لأن اللبن قد تعكر فيستحيله أن يشرب وأنا سامع الكنترول كله ساكت فمعنى كده أن الكل مؤمن على كلامي بعد ما تصل على الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدي أحمد بيقول لي هو أكيد السلام عليكم بعد إذنك ما تنزلش بس السؤال الجاية ما تنزلش الاسم يا جماعة السلام عليكم أنا موظف حكومي سرقت أربع تلاف جنيه من خزيلة العمل هل لي من توبة؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام كل الشكر والتقدير والاحترام لك أنت عارف ليه؟ لأنك إنسان عندك دين وعندك خلق وقلبك لسه بينبط علشان كده ربنا سبحانه وتعالى مني عليك واستشعرت بالذنب وخفت من الحرام ودي أعظم درجات التوبة خد بالك أعظم درجات التوبة إن أنت تعمل إيه؟ ترجع لربنا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فالتوبة باب التوبة مفتوح على مصرعيه للإنسان ما لم يغرغل بس بشاطة الأربع تلاف دول لازم يرجعوا لخزنة لحمد طب يا طرأ أروح أبلغ المدير وافضح نفسي عن الشيخ ما حدش قال كده أبدا لكن ينفع ترجعهم من سكات وما حدش يعرف ولا من شاف ولا من ديري ينفع يبقى جزاك الله خيرا ينفع الصديق ليك ياخدهم ويحطهم في الخزنة مثلا ينفع يبقى جزاك الله خيرا ما ينفعش أشوف حاجة بيحتاجها المصلحة احتياج ملح واجبها يعني مكان التصوير يعني رزم ورق يعني حاجة تحتاجها المصلحة دي في مصالح الناس وفي مصالح العباد علشان أبرئ زمتي لكن ما فيش توبة من غير رد المبلغ ده عارف ليه؟ كنت بقول لولادي على الولد بيحكولي إن فيه ولد بيركب المترو وما بيقطعش فقلت لهم حذروه ما ينفعش قالوا لي قلت لهم لإني فيه ذنب ذنب واحد وفيه ذنب ذنب الأمة كلها قالوا زي يا بابا قلت لهم أنت لما تاخد جنيه من ورايا أنا أو عشر جنيه من ورايا أنا ده ذنب عندك أنت ذنب واحد لكن لما تاخد تذكرة المترو معايا كده وتختلص تذكرة المترو وانت فاكر إن انت كده فهلوي فانت كده بتاخون الأمة بأسرها فيوم القيامة كل الناس دي كل واحد اللي نصيب في العشر جنيه يجي خصمك أمام الله سبحانه وتعالى فقالوا يا ده الموضوع صعب جدا قلت لهم طبعا الموضوع موسه فعلشان كده مال تعلق بالعباد لابد أن يعود يا سيدي الكريم وربنا يبارك فيك سلام عليكم لي سنة كاملة بدع ربنا ما بيستجيب ليه فيها بستغفر كل يوم بصلي الصلاة في وقتها بقرأ قرآن بتصدق بفترة وفترة يعني ما في شيء سويته يا ربنا زعلان مني أو حقا يعني مش عارفة أعمل إيه تعبت حتى من الدنيا بتمنى تفتح رسالتي طيب مش عايزة أكون قاسي بس عايزة أقولك على حاجة حد ذات إن احنا بنعمل العبادة علشان ربنا يستجيب لينا يبقى لازم نراجع نفسنا في العبادة حد ذات إننا لما يجي قدع ربنا وبعد كده الإجابة تتأخر أو حتى تمتنع واجأ أقول ليه ما أنا بصلي وباكل حلال وبتحرى قراءة القرآن وبعمل الورد بتاعي وفلان حرامي وربنا كرمه وفلان نصاب وربنا كرمه ويبقى أنا لازم أراجع نفسي ليه لازم أراجع نفسي؟ لأن العبادة كده ما فيهش أخلص لازم أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى أنا بعبط ربنا ليه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله أكبر يبقى أنا بعبط ربنا حبا في الله سبحانه وتعالى تقربا لله سبحانه وتعالى شكرا لله على ما أنعم طيب الاستجابة يا شيخ قد يكون خير في خلاف ما تدعون به وحط نصب عندكم يا جماعة في جزء من الداتة غايب عننا ما نعرفوش اللي هو ربنا قال في إيه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلموا وأنتم لا تعلمون يوم القيامة في ناس هتوقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي الدعوات اللي كانت بتدعيها في الدنيا خلي بالك وما استجبتش يشوفوا أجورها بينها دي الله سبحانه وتعالى وإضم ثقة لها في الميزان يتمنون لو يعودون إلى الدنيا مرة أخرى ويدعون الله في كل لحظة ولا يستجاب لهم دعوة فخذ بالك ما منعك إلا لخير لك